السلام عليكم كيف حالكم؟ معكم رمادي من منتدى ساحة الإقلاع اسم أبل ماكنتوش اليوم شرحي راح يكون عن برنامج اسمه Time Viewer برنامج Time Viewer من أفضل البرامج شيرينج سكرين على أسس نكون واضحين وسهل للجميع في برامج اللي هي Remote Desktop في الويندوز أنه ممكن تسوي فيها مساعدة عن بعد صديق لك أو ممكن تكون شغال في شركة تسوي سبورتت البرنامج هذا ممتاز جدا لأنه يعطي معلومات مؤقتة تم سح في لحظتها يعني ما يحتاج تخاف من أي شيء راح أبدأ أشرح لكم طريقة التستيب بعد كذا كيف تعمل على البرنامج بالبداية راح يكون هذا الـ Setup Time Viewer بعد كذا نضغط عليه راح يكون هذا الآيكون حق Time Viewer نسحبها ونحطها في الـ Application تمام طبعا هي موجودة عندي بعد كذا نضغط على Time Viewer الآن هذا الـ Time Viewer لاحظوا ملاحظة الآن الـ IP حق جهازي واضح وتحت الـ Password تمام؟ أنت مباشرة على أساس أنك تتعامل مع شخص ثاني سواء كان مستخدم ماك أو مستخدم وندس لأنه نفس البرنامج فيه نسخة منه للـ Windows يدخل على نفس البرنامج يعطيه رقم الـ IP ما لك علاقة برقم الـ ID اللي راح تسوي أنك راح تنسخ رقم الـ ID عن طريقة الأوامر C وبعد كذا تسوي أوامر B في المسن أو في أي مكان ثاني تعطيه رقم الـ راح ياخذ رقم الـ ويحطه في كلمة رقم الـ ID تمام؟ نحن راح نجرب الآن بعدين عندك Remote Support إذا كنت أنت بتسوي دعم للشخص تمام؟ أو Presentation انك تسوي عرض للشخص عن حاجة معينة أو File Transfer لأنه كل واحدة منهم لها امتياز معين تقريباً مشابهة البعض خلينا نقول على Remote Support تسوي Connect بعد أن تسوي Connect راح يطلبك الـ Password وهو هذا الميزة التي تخدمك فيها البرنامج هذا أنه البسورد يتغير بمجرد أنك قفلت البرنامج الآن هذا البسورد تمام؟ كلنا شايفينه وهو 2874 قفلت البرنامج أفتح البرنامج مرة ثانية تغير البسورد لكن الـ ID واحد المعنى من الكلام أنه ما يحتاج تسوي عددات ما يحتاج تحط لك بسورد ممكن تنساه أو ممكن شخص يتطفل عليك ولا يحتاج كثرة أرقام هذه من ضمن أفضل البرامج اللي تسوي الشاشة اللي تسوي على أساس تسهل الاستخدام وبنفس الوقت لا تحتاج فلوس لأنه في برنامج جيموت الدسكتوب فورماك غالي أعتقد أن 200 أو 300 دولار لها السبب ننصحكم باستخدام هذا البرنامج للسابورتد وما إلى ذلك الله يعطيكم العافية وأتمنى يكون الشرح كافي ووافي وإن شاء الله راح تلقون في الموضوع روابط كافية بإذن الله للبرنامج الله يعطيكم العافية شكرا لكم مع السلامة شكرا لكم